The international space is really very worried about the problem of climate change The international community وده تعبير يمكن ثابت الفرق بين كلمة society وكلمة community ان society المجتمع اللي يطلق عليه كلمة society في diversity يعني في تنوع لكن المجتمع اللي يطلق عليه كلمة community العوامل المشتركة بينهم اكتر من العوامل المشتركة بين افراد society تقدر تعتبر ان الcommunity هو الجزء من الsociety لان الsociety في كذا community فممكن نقول مجتمع الأطباء يبدأ اسمه community المجتمع النوبي المجتمع النوبي في مصر ده اسمه community لان فيه عناصر مشتركة بينهم اكتر من العناصر المشتركة بينهم وبين باقي المصريين فيعتبروا community فكلمة community يعني محددة اكتر من كلمة society يعني مثلا المجتمع المصري احنا نقول عليه المجتمع المصري لان فيه تنوع فيه اديان مختلفة فيه مهن مختلفة فيه ضوائف مختلفة فيه البني مطروح او مرسى مطروح يختلفوا عن السنوية يختلفوا عن النوبة وكلام زي كده طيب the child with a diseased kidney كدني يعني كيلية will have a transplant يعني هيحصل على زرع اعضاء but we are waiting for a بس احنا مستنين من donor متطوع برافو عليكم i have a friend who works in a big company space in kuwait located in kuwait يعني مقرها في kuwait we stopped at the top of the mountain to space the view احنا توقفنا في اعلى الجبل علشان ايه المنظر to admire برافو عليكم to admire the view معناها علشان نبص ونوع غرم او نوعجب بهذا المنظر يعني عشان نملي عنينا من المنظر ده فادماير معناها يعجب بشيء ما بتاخدش حروف جره وراها او ينظر الى شيء باعجاب طبعا look ما تنفعش عشان عايزة وراها at look at the view وما فيش at علشان استخدم look he's based money to charities for the victims of the earthquake he donated تبرع the word accomplish is a synonym for the word كلمة accomplish هي مرادف لكلمة accomplish يعني يحقق او ينجز فبالتالي هي بتساوي كلمة achieve اللي معناها يحقق او ينجز your shoes will be repaired and ready for you to space in five minutes وقولك حزائك سوف يصلح هيتصلح يعني وحيكون جاهز علشان ايه في خمس دقائق برافو الناس اللي بتقول collect collect معناها هنا يحضر او يجمع او يجلب يعني لما حضرتك بقولك مثلا استناني برا المدرسة i'll collect you in five minutes يعني ايه مش حلمك في خمس دقائق لا حجيبك في خمس دقائق حروح حجيبك بالعربية بتاعتي ده معنا collect هنا unfortunately the old man died after a long term illness يعني ايه long term illness يعني مرض مزمن احنا لو ترجمناها حرفيا long term يعني مدى طويل مدى طويل فمرض بياخد مدى طويل او وقت طويل وهو مرض مزمن عشان لو جات لنا في ترجمة نو بعرفين يعني ايه مرض مزمن a long term illness طبعا كلمة ailment معناها مرض برضو بس uncountable غير معدود فمش هتنفع هنا لان الصفة يسبقها a واحنا ما بنستخدمش لا a ولا an مع الغير المعدود فبالتالي حنختار illness اللي هي معدود ولها جامع اللي هو illnesses فهي اللي صح لكن ailment لا the money i paid to the hotel is paid the continental breakfast which i use to have every morning included كان يشمل الفلوس اللي دفعتها الفندق كانت تشمل الفطار it was only later in her life that she found space and peace of mind وجدت ايه والسلام العقلي او الهدوء العقلي happiness وجدت السعادة والسلام العقلي if there is a space supermarket we can shop easily لو في سوبر ماركت قريب كنا هنتسوق بسهولة يبقى nearby هي اللي معناها ايه بالقرب او بالجوار او قريب لكن rarely معناها حقا nearly معناها تقريبا rarely معناها نادرا not all that glitters is gold يعني ليس كل ما يلمع ذهبا this means you shouldn't be deceived by ده معنا ان انت ما يجبش تتخدع بال bravo عليكم appearance معنى المقولة دي ان مش كل ما يلمع ذهب يعني ما تتخدعش بالمنظر مش كل حاجة بتلمع ذهب my parents always miss me when i do well at school لما بعمل او بقدى اداء جيد في المدرسة والدائي دايما بيعملوا ايه ايه اللي بيعملوه bravo عليك praise بيمدحوني بيشكروني it's my father's success at basketball that space me to play the game نجاح والدي في الباسكتبول هو اللي ايه ان انا ألعب رياضي دي هو اللي ألهمني bravo عليك اللي يناور inspired صلاح صانع السعادة اصبح نموذج او قدوة لشباب كتير اكيد رول موديل bravo عليكم farmers keep live stock on their farms the synonym of live stock is a cattle بالضبط الماشية او انعام the child's parents or space must give their agreement before she has the operation guardians الاوصياء والدي الطفلة او الاوصياء عليها لازم يدو الاذن قبل اجراء العملية my father spares no efforts تعبير جميل وحضرتك مطلوب منك تحفظه spares no efforts يعني لا يتدخر جهدا او لا يتدخر وسعا عشان لو جتلك في تريمه تبعارف تتريمها ازاي تبعارف تتريمها ازاي spares no efforts يعني لا يتدخر جهدا او لا يتدخر وسعا to space me that having a job would give me a prestige persuade يقنع اه ما بيدخرش وسعا او جهد في اقناعي في انه يقنعني بان اه ان يكون عندي وظيفة ده حاجة ايه تديني مكانه او تعملي وضعا يعني بزراعة القلب مشهور بزراعة القلب wildlife space is necessary to stop species from dying out wildlife conservation اللي هو الحفاظ على الحياة البرية ضروري عشان نوقف او نمنع السلالات المهددة بالانقراض منها تنقرض he is really kind he showed much space with my difficult situation هو طيب جدا لانه اظهر تعاطف مع موقفي الصعب اظهر تعاطف embassy embassy يعني تعاطف she is a doctor she works in the medical in the medical field ترنيم برابو يعني في المجال الطبي field يعني حقل او مجال the farmers build fences to protect their space from wild animals and thieves بيبنوا اصوار عشان يحموا ايه من الحنات المفترسة واللصوص اكيد ليفستوك الماشية بتاعتهم high blood pressure is a space disease ارتفاع ضغط الدم هو مرض مزمن long term there are cameras in the mall that space everything that happens فيه كاميرا في المال بتعمليه كل ما يحدث بطوراقب كل ما يحدث يبقى monitor اللي معناها يراقب او معناها شاشة او معناها جهاز عرض he joined the tourist space who visited the valley of kings هو انضم المجموعة السائحين او فوج السائحين اللي زار وادي الملوك مجموعة او فوج party كلمة party لها اكتر من معنى party حفلة party حزب سياسي party مجموعة من البشر او فوج لكن herd وفلك معناها قطيع من الحيونات وcommunity يعني مجتمع من الناس the police are space some criminals are طبعا tracking بيتعقبوا الشرطة تتعقب بعض المجرمين مش inspiring مش مهندسي اللي قلت دي inspire يعني يلهم الشرطة هتلهم المجرمين ولا هتتعقبهم هتتعقبوا لاحظ ان كلمة the police تعامل جمع دائما are مش is most patients are taken to the space hospital in our area to the local hospital للمستشفى المحلي he missed the school trap because of his illness يعني هو فاتته رحلة المدرسة بسبب مرضه طيب نستنى شوية في العبارة دي كلمة because of كلمة because of يعني بسبب وبيسويها كلمات تانية كتير زي مثلا كلمة due to معناها بسبب زي كلمة owing to معناها بسبب زي كلمة thanks to معناها بسبب أو بفضل الكلمات دي حضرات أو تعبيرات دي معناها بسبب أو بفضل اللي بيجي وراها يا إما ناون يا إما ناون phrase يعني يا اسم يا مقطع اسمي لكن جملة كاملة لا فقولك هو فاتته رحل المدرسة بسبب مراضه بانفعش تقولي بسبب هو كان مريض لا بسبب مراضه فقط لكن لو أنا حشيل because of وحط مثلا كلمة because يبلازم جملة كاملة طالما شلت of يبلازم جملة كاملة تقولي because he was ill لأنه كان مريضا إما because و as و since اللي معناهم لأن because من غير of و as معناها لأن برضو و since أحيانا بيتيجيب معنا لأن برضو التالت كلمات دول بيجيبوا رهم جملة كاملة لكن التانين دول because of due to going to thanks to يدوا نفس الوظيفة و نفس الغرض معناهم لأن أو بسبب ولكن يأتي بعدهم يا اسم يا مقطع اسمي لكن جملة كاملة unlike in the cinema actors in the theater are in direct contact with their بيقولك على العكس ما في السيمة الممثلين في المسرح في تواصل مباشر مع مع viewers المشاهدين مين شاطر يقولي كلمة تانية هي مراضف لكلمة مشاهدين audience ترنيم بربع لكي كلمة audience يعني جمهور audience يعني جمهور بتسوي كلمة viewers I look forward to returning to my space of a suit where I was born and dedicated أكيد أكيد hometown hometown يعني موطنه أو بلدته الأم as a striker كمهاجم you are supposed to يعني أنت المفروض معنى are supposed to يعني المفترض أن أنت space goals not to lose the ball ألا تفقد الكرة ما تفقدش الكرة أنت تسجل أهداف score goals طيب نجف هنا برضو شوية كلمة score a goal حاجة خاصة بالرياضة ورياضات معينة اللي فيها شبكة والكرة بتخش دوالشبكة زي كرة القدم وزي الهوكي وزي كرة اليد تمام فمنقول score a goal أو score goals يسجل هدف أو يسجل أهداف طيب بالنسبة لرياضة زي الفوليبول الكرة الطائرة دي بالنقاط مش بالأهداف زي كرة السلة دي مش بالأهداف دي بالنقاط فنقول score a point يسجل نقطة أو score points يسجل نقاط يبقى مع الرياضات اللي زي كرة القدم فيها شبكة وكرة بتخش زي كرة القدم زي الهوكي زي كرة اليد يبقى score goals لكن مع الرياضات اللي فيها نقاط زي كرة السلة زي كرة الطائرة فدي بنقول عليها score points طب أنا لما أقول أنا عايز أحقق هدفي ما كلمة goal معناها هدف بالمعنى المعنى برضو أقولك my goal هدفي في الحياة هتنفع كلمة score معها عايز أحقق هدفي في الحياة أكيد لا هيبقى colocation غلط المفروض مش score a goal هنا achieve a goal أو accomplish أو reach a goal بربو عليك reach my goal achieve my goal accomplish my goal لكن score my goal in life لا إن أنا أسجل هدفي في الحياة لا دي خاصة بالرياضات اللي زي كرة القدم وزي كرة اليد وزي الهوكي tourism space national income أكيد benefits السياحة بتفيد الدخل القومي السياحة تفيد الدخل القومي يبقى benefits طب ليه ما اخترناش see اللي هي benefit عشان الاس بتضف المضارقة البسيط للفعل لما يكون الفعل مفرد tourism هي كلمة تعبر عن شيء غير معدود والغير معدود يعامل معاملة المفرد يبقى benefits winning the gold medal in the Olympics is a great achievement الفوز بميدالية ذهبية في الأولمبيات هو إنجاز عظيم إنجاز achievement he works for an international space that helps poor people in Africa أكيد organization مؤسسة أو منظمة the king of Egypt and the bride of Arabs are both space given to salah دي ايه أعطيت لصلاح لو فخر العرب وملك مصر أكيد nicknames اللي هي أسماء مستعارة يعني إدناها لصلاح لكن لما يكون الاسم المستعار ده حضرات خاص بكاتب ما بنقولش عليه nicknames بنقول عليه pinname pinname زي الدكتورة عائشة عبد الرحمن كانت بتكتب تحت pinname بنت الشاضر كان اسمها كصحفية أو كأديبة بنت الشاضر ده اسمه pinname ما اسمهوش nickname لكن الألقاب دي اللي أعطيت لصلاح اسمها كده أسماء مستعارة nicknames the famous base of the program is the reason why it's so successful أكيد the famous presenter برافو انتونيوس أكرم presenter يعني مقدم مقدم البرنامج الشهير هو سبب من أسباب نجاح you will never fail as long as you work hard to reach your لن تفشل أبدا ظلامة أنت تعمل بجد لتصل إلى reach your goal تصل إلى هدفك football players have formal space to play for their teams for certain periods of time اللي بيحدد أن اللعيب ده حيلعب مع الفريق لفترة معينة من الوقت موسم ولا موسمين ولا ثلاث مواسم بنقول عليها agreement يعني اتفاقية أو ممكن نقول عليها contract اللي هو التعاقد أو العقد we hear the alliance base so we return it quickly to the car سمعنا أسد yes are bravo roaring عشان كده ريانة بسرعة للعربي good dedication money and power give people يقول لك التعليم الجيد والفلوس والسلطة بتدي الناس prestige المكانة بتاعتهم prestige الوضع أو المكانة our own space is a strong hope or wish تمني قوي أمل قوي أو رغبة قوية نسميها desire desire معناها رغبة تيجي كفعل وتيجي كاسم على فكرة رغبة أو يرغب ولو جاتك فعلا ما بيجيش في الاستمرار ما بيجيش في اي زمن مستمر to space is to allow some blood or a body organ to be removed from your body so that it can be used in a hospital to help someone who is ill or injured ده معناه ان انت هتعمل ايه donate هتتبرع بهذا العضو عشان يتشال منك ويتحط الحد تاني space means willing willing يعني راغب عنده رغبة لان كلمة will اللي انت دايما حافظها بمعنى سوفا لأ لها معاني تاني في will وصية وفي will ارادة you must have a strong will يعني لازم يكون عندك ارادة قوية a strong will means willing يعني معناه راغب to give money spend time تدي فلوس او تقضي وقت اتسترا الاخ يعني in order to help people or give them pleasure عشان تساعد الناس او يعني تبسطهم فده معناه ان انت generous برافو عالناس كريم شخص قانونا مسؤول عن رعاية شخص او شيء بنسميه الوصي على هذا الشيء يعني ايه وصي الناس اللي حافظه guardian برافو iron space is amount of iron stored in the body يعني كمية الحديد اللي متخزنة في الدم او في الجسم اسمها iron A level مستوى الحديد space are animals such as cows and sheep that are kept on a farm excellent live stock الماشية برافو space means continuing for a long period of time يعني يستمر الفترة ضويلة من الزمن زي مرض السكر والعزو بالله or relating to what will happen in the distant future او حاجة ليه علاقة بالمستقبل البعيد بنقول عليها long term ولازم تتكتب بالهايفن اللي هي الشرط الصغيرة دي حضرات عشان ما نغيرش المعنى لازم تتكتب بالهايفن وعكس long term اللي هو مزمن او على مدى طويل short term اللي هي دي معناها مدى قصير to space is to carefully watch and check a situation in order to see how it changes or progresses over a period of time ان انت تلاحظ شيء لفترة طويلة من الزمن عشان تشوفه بيتغير ازاي او بيتطور ازاي ده معناه monitor اللي هي معناه يراقب تمام الله ينور تنفع اسمه وتنفع فعل space is someone whose behavior attitudes etc people try to copy because they admire them الشخص اللي هو كذا اللي احنا عايزين نعرف ايه الكذا ده اللي هو سلوكه او موقفه الناس بتحاول تقلدها علشان هي معجبة به يبقى الشخص دي بنسميه role model برافو عليك قدوة space is the respect and admiration يعني الاحترام والاعجاب that someone or something gets اللي بيحصل عليه الشخص او الشيء because of their success or important position in society بسبب نجاحه او مركزه المهم في المجتمع ده بنسميه prestige المكانة بتاعته او an space is an official document يعني وثيقة رسمية official document يعني وثيقة رسمية that people sign يعني الناس بتوقعها to show that they have agreed to something عشان يظهروا ويثبتوا ان هم اتفقوا على هذا الشيء دي بنسميها agreement برافو على الناس اللي بتجاوب a space means a deep loud noise made by an animal such as a lion or by someone's voice صوت عميق حد بيعملوا حيوان او ممكن بشر برضو يقلدوا عادي roar زئير برافو علينا vocabulary study and collocations collocations اكيد الناس حفظتها خلاص من زمان يعني واذا كان في حد لسه متأخر ومش عايز يحفظ نقول له عشان خاطرنا احفظ دل لمصلحتك collocation يعني متلازمة لفظية عندك كلمة check معناها يفحص بتيجي مع حاجات كدير زي check your understanding يعني لما حد يسألني يا مستر انت قلت في الفرق بين reach وarrive مثلا وget ان reach for the stars معناها يحلم ويوصل بأحلامه للنجوم هل دي الحالة الوحيدة اللي بنستخدم فيها for فبقول له ايوة يا ابني طب الشخص ده عامة ليه he checked او she checked for her understanding يعني بس حابت تتحقق من فهمها اذا كانت فهمت صح ولا غلب check blood pressure يعني يتحقق من ضغط الدم او يجيسه او يعمل فحص لضغط الدم check iron level برضو نفس الكلام يقيس نسبة الحديد او يتفحصها او يتحقق منها ومش معنا كده ان check ما بيجيش مع حاجة تانية خالص هو الرجل بس بيطلع لك اللي في الوحدة لو قلت مثلا i checked the engine of the car يعني انا فحصت محركة العربية صح مش غلط donate blood donate money وتلاحظنا كلمة donate ما بتاخدش عرف جر ما فيش وز وراها ولا buy ولا الكلام ده كله donate money يعني يتبرع بالمال donate blood يعني يتبرع بالدم طب ينفع donate closes يتبرع بالملابس طبعا طب ينفع donate time يتبرع بوقته طبعا ينفع برضو do work do research يعمل شغل او يعمل ابحاث طبعا كلمة do بتيجي مع كلام كتير مش دول بس يعني في do homework في do the housework في do the shopping في كتير وتسعة وتسعين في المية كلمة اللي تاخد do ما بتاخدش make بس فيه واحد في المية اللي هو ايه انا لو قلتلك مثلا we do an exam every week احنا بنعمل امتحان كل اسبوع يبقى انت بتحله معنى do an exam يبقى بيحل امتحان لكن لو انا بجيب الاسئلة وبصمم في الامتحان وشغال اقول السؤال ده صح لا السؤال ده حلو السؤال ده وحش شيل ده حط ده وبصمم الامتحان يبقى كده نقول the teacher bravo عليك يا جون the teacher did a quiz او did an exam لا هنقول the teacher made an exam عمل الامتحان صممه designed فبالتالي كلمة an exam او كلمة a quiz ممكن تاخد do ممكن تاخد make حسب انت بادئ بمين بالمستر اللي هو صمم الامتحان يبقى made او make بالشخص الامتحان الامتحان لا did do او did او كده give يعطي طبعا بيجي مع حاجات كتير زي give a chance يدي فرصة give blood give work هنا give work يعني يشغل حد يعني يدي له شغل علشان ما فيش حد يقول لي احنا متعودين عليها do work يعني يقوم باداء الشغل ما فيه get work يحصل على عمل get job يحصل على وظيفة give work يشغل حد او يدي حد وظيفة do work do work يعني يقوم بالعمل give a title يعني يلقب او يدي لقب لحد give a sense of responsibility يعني يدي احساس بالمسؤولية او a sense of duty او احساس بالواجب و give nickname يعني يلقب حد بايه بلقب غير سمو get a job يعني يحصل على وظيفة وطبعا do a job يعني يقوم بعمل وظيفة go missing يعني يتوها او يضل الطريق have a desire لديه رغبة have health benefits لديه فوائد صحية او زو فوائد صحية have a long term disease او illness يعني عنده مرض مزمن have nothing to do تعبير معنى انه فاضي ما عندهوش حاجة يعملها have nothing to do have an impact يعني لديه تأثير او له تأثير have the ability لديه القدرة have skills لديه مهارات have health problems لديه مشاكل صحية كلمة health معنىها صحة ناون يعني بس هل استخدمت هنا كناون لا استخدمت هنا كصفة مشاكل صحية الصفة منها المفروض healthy بس healthy معنى صحي بمعنى ايه بمعنى زو صحة عنده صحة فما قوله healthy man يعني راجل عنده صحة healthy woman ستة تتمتع بالصحة لكن لو قلت healthy problems problems هيبقى المعنى funny معنى ظريف معنى يضحك ليه؟ انت كده بتقول مشاكل عندها صحة مشاكل ايه اللي عندها صحة احنا عايزين نقول مشاكل في الصحة يوبى health خلي بالك مش healthy health problems not healthy problems leave school معناها ينهي الدراسة او يخلص مدرسة make friends مش معناها قاعد شغال يصنع فاصحاب لا معناها بيكون صدقات مع الناس make friends يعني يكون صدقات make sure يتيقن او يتأكد make movements يقوم باداء حركات save wild life او save wild animals يعني ينقذ الحيوانات البرية او ينقذ الحياة البرية قبل ما نخش في الاكسرسايز عايز اشرح الفرق بين arrive بمعنى يصل و reach بمعنى يصل و get بمعنى يصل التلاتة معناهم يصل لمكان كلمة arrive يكون وراها يا at يا in مش to خلص لما جيب لك ترجمة ولك وصل علي الى مطار القاهرة ما تقوليش علي arrived to the airport غلط علي arrived at the airport ليه arrive تاخد حرف الجرآت لو اللي وراها مكان داخل مدينة زي المطار زي المحطة زي المدرسة مكان صغير داخل مدينة arrive in بيجي وراها المدينة نفسها arrive in Cairo او الدولة arrive in Egypt او قرية arrive in اي قرية في مصر او القارة arrived in اي شا يبقى arrive in بيجي وراها المدينة او الدولة او القرية او القارة arrive at لا مكان داخل المدينة المطار المحطة المدرسة النادي يبقى arrive at طيب امتى arrive تيجي من غير حروف جره خالص لو جت في اخر الجملة ولك he has just arrived ما دوليش arrived at ولا ان لان arrive at وarrive in معناها يصل الى هل انت هنا بتقول كلمة الى تبتقول هو لسه حالا واصل بس هو واصل حالا ما بتقولش واصل فين يبقى he has just arrived وarrive at مع الاماكن لداخل مدينة arrive in مع المدينة الدولة القرية القرية طيب reach ما بتاخدش حروف جر reach المكان على طول سواء صغير او كبير he reached cairo he reached he reached his destination يعني هو وصل الى وجهته يبقى ما فيش مع ريت حروف جر ما فيش مع ريت حروف جر زائد ان ريت بتستخدم بمعنى معنوي تستخدم بمعنى معنوي زي ايه يصل الى هدفه reach his goal تصل الى هدفها reach her goal وفيه تعبير يعني فكسد كده reach for the stars reach for the stars معنى يعني احلم واوصل باحلامك للنجوم ده معنى reach for the stars تعبير الوحيد اللي reach تاخد وراه حرف الجر زي for وget دايما تاخد to get to a place المكان بعد كده لازم get to ده الفرق بين التلاتة دول والكلام ده هام جدا sometimes doctors ask us to check عايزين يجبتين صح من الخمسة دول احيانا الاطباء بيطلبوا مننا ان احنا check ايه check blood pressure and iron level bravo when there is an accident it's important that some people space blood لما يكون في حدثة مهم ان بعض الناس ايه الدم اكيد give blood donate blood يتبرعوا بالدم او يدوا دم the verb is based collocates with يعني يعمل متلازمة لفظية مع the noun work الافعال في فعلين عندك في الاختيارات بيعملوا متلازمة لفظية صحيحة مع work ممكن give work ايوه ممكن give work يدي عمل لحد بمعنى يوظف حد وdo work يقوم باداء عمل ايوه يبهم الاتنين دول اللي صح we can say someone makes ممكن نقول ان في حد makes ايه makes movements bravo و makes friends makes movements يعني 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 عمل حركات و make friends يعني يعقد صدقات he has best to succeed in the next exam هو عنده ايه انه ينجح في الامتحان اللي جاي bravo عليك عنده a desire رغبة عنده رغبة انه ينجح وعنده القدرة انه ينجح يبقى a desire with the ability عنده الرغبة او عنده القدرة انه ينجح في الامتحان اللي جاي the loss of his job loss يعني فقدان اسم من كلمة lose الفعل الفعل lose الاسم loss the loss of his job فقدانه الوظيف to space a negative impact impact يعني تأثير عرفنها negative يعني سلبي on him يبقى يبقى كان له تأثير سيء bravo عليك او تأثير سلبي عليك you may space money blood or both you may do what you may donate يا تبرع bravo we need to space more research into coronavirus we need to do do research يعمل ابحاث he has the ability to space friends with others easily a kid make friends وانا يعقد صدقات young men join the army يعني يلتحقوا بالجيش after space school or university بعد ما يخلصوا مدرسة او يخلصوا جمعة leaving ليه 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 getting ليه after leaving بعد ما يخلصوا جمعة بيلتحقوا بالجيش بعد ما يخلصوا جمعة leaving school vegetables is based a lot of health benefits if eaten fresh بيقولك الخضار او الخضروات لها الكثير من الفوائد الصحية لها اللي have when i was young i space missing when i was shopping with my mom اكيد i went missing عشان لسه من شوية جايلين انه go missing معناه يفقد او يتوه you need to space your blood pressure and iron levels regularly انت لازم تعمل مستوى الحديد في الدم والضغط الدم بانتظام اكيد تشك تعمل لهم فحص او تتحقق منهم some students try to space a job during the summer holiday بعد الطلبة بيحاول انه اي وظيفة في اسناء اجازت الصيف جيت اجوب بيحصل على وظيفة انتم رائعون السنينمزة حضرات مهمة جدا مرادفات خلاص عرفنا حفظنا الكلمات دي احنا وعرفنا انه مهمة ازاي في الامتحان long term illness يعني مرض مزمن او مرض بياخد فترة طويلة مع الانسان زي مثلا مرض سكر والعزو بالله an illness that stays for a long time with someone مرض بيقض فترة طويلة مع حد بنسميه مرض مزمن admire مراضف لها praise approve of appreciate respect اللي معناها يحترم blood donation giving blood conservation preservation desire wish donate give famous well known لازم الهايفن دي لازم well known live stock cattle monitor track observe watch keep an eye on search for معناها look for الانتونيمز المتضدات برضو مهمة admire عكسها disapprove of donate keep or receive generous mean or self ونزود عليهم كمان كلمة greedy greedy يعني جشع ده عكس generous انسان generous يعني انسان كريم انسان greedy يعني طمعه وعايز الحاجة لنفسه ما بيحبش يديها لحد فزود كمان عليهم كلمة greedy intelligence stupidity فالطالب الزكي عارف ان intelligence الاسم من كلمة intelligent اللي هي صفة زكي يبقى intelligent هي عكس كلمة ايه مش stupidity لان stupidity اسم يبقى عكس كلمة stupid غبي intelligent زكي stupid غبي او foolish احمق long term عكسها short term الهايفن ضروري يا حضرات الهايفن اللي هي الشرط الصغيرة دي regular irregular wild domestic او tame مهم جدا we have an outdoor camera to monitor the street outside the verb monitor in the sentence means كلمة monitor عايزين ايجابتين صحة من الخمسة watch برابو عليك observe تمام I'm space for my lost keys I don't know where they are انا مش عارف مفاتيحي فين فانا بدور عليهم يبقى looking for my keys with searching for my lost keys اللي اتنين صح you can't donate something you don't have متقدرش تتبرع بشيء مش ملكك the verb donate in the sentence is an antinome form هو مضاد الكلمة مضاد الكلمة keep or receive تمام wild is antinomous was يعني مضادة لي كلمة wild مضادة لي مضادة domestic يعني أليف وتيم برضو أليف space and space are synonyms متراضفات عايز كلمتين متراضفات بالضبط donate و give هم مراضفات لبعض i admire your idea in the sentence admire is an antinome of في الجملة دي في الجملة دي كلمة admire هي مضادة الكلمة disapprove of برافو عليك اللي بتجاو she has a long term illness long term here means كلمة long term معناها زي من الكتاب آية لأنها serious خطيرة he donated some blood هو اتبرع بشوي الدم the word donated can be replaced by ممكن نستبدل كلمة donated بكلمة give بالضبط give أعطى i know you are generous أنا عارف أن أنت كريم generous here is antonymous with هي مضادة الكلمة selfish أو mean يبقى الاختيار الأخير خلي بالك عشان هي دي صح ودي صح والاختيار الأخير ضامن من الاتنين donate is to keep as space is to stupidity يعني donate و keep اللي اتنين دول بالنسبة لبعض ايه the antonymes متضدات يبقى أنا عايز كلمة مضادة لكلمة stupidity أكيد intelligence أيوة مش intelligent المضادة لإسم يبقى إسم زيه والمضادة لصفة يبقى صفة زيها لكن لو قال لي مثلا is to stupid كنت هختار كلمة intelligent stupid غبي يبقى intelligent زكي stupidity غباء يبقى intelligence زكاء اللي اتنين دول مضادات لبعض expressions والإديام يعني مصطلحات لازم حضرتك تذكرها كويس زي a sense of responsibility all over دي معناها في كل أنحاء all over the country all over the city كل أنحاء البلد كل أنحاء المدينة all over the school في كل أنحاء المدرسة وهكذا كلمة around the world معناها حول العالم لحظة a أصلية في الكلمة فمكتوبة لزقة مع ال-ar لكن لما يكتبها لي كده around يبقى ال-article ده مجرد article مش أساسي في الكلمة مش هيأثر معاها في الترجم أنا هترجم الكلمة دي من غيره كلمة around اللي ال-a بعيدة منها شوية كلمة around معناها مستدير مدور لكن around ال-a لزقة في ال-ar معناها حول أو في جميع أنحاء طبعا as much as احنا لما بنحط الصفة أي صفة في الدنيا بين as-as معناها بنساوي بين الطرفين هنا as much as نفس الكم طب لو قلت as many as يبقى نفس الايه؟ نفس العدد طب لو قلت مثلا as tall as يبقى نفس الطول وهكذا away on holiday يعني غائب أو مسافر في أيازة كلمات كتير مهمة حضرات متى هيلي معانيها واضحة بس عايزك تاخد بالك من كلمة take part in يعني ايه take part in؟ يعني يشارك فيه يشارك في حدث طيب أنا ممكن أخدعك في الامتحان وأقولك مثلا the next world cup كاس العالم القادم will take space in قطر دولة قطر الناس اللي بتاخد بالشكل حضرات من غير ما تر ولا تفهم ولا تستوعب ولا تتأنى هيشوف take وحيشوف in حيلطع كلمة part هيفاجئ انت حسبت له غلط ليه؟ علشان حضرتك انت لو ترجمت العبارة هتبقى كده كاس العالم القادم هيشارك في قطر مش هينفع اما ليه دي يا مستر take place بش منس take place bravo مكاريوس مؤمن take place يحدث أو يقام ففرق بين take part in take place in take part in معناها يشارك فيه take place in معناها يقام أو يعقد أو يحدث فيه فخلي بالك هام جدا طيب expert بتاخد ثلاث حروف جر expert at on in أي واحدة فيهم تعجبك الثلاثة صح he's an expert at كذا هو خبير في كذا he's an expert on كذا he's an expert in كذا فبالتالي الثلاثة صح بس ما تقلفش حروف جر تانية معهم برضو هنا propositions وحروف جر مهمة جدا لازم تتذاكر ولازم تتحفز كويس admire for طبعا انت من شوية قلت لنا ان admire ما بتاخدش حروف جر اه يعجب بشي ما فيش حروف جر لكن ممكن اقول مثلا he admires علي هو معجب علي for a عشان ايه يبقى انا بجيب مفعول بعد ادمير وبعد كذا السبب اللي هو معجب علي علشانه فهو معجب علي ليه encourage احنا شرحناها قبل كده كلمة encourage دي طيب find out about find out ممكن تيجي من غير about بمعنى يكتشف find out about يعني يعرف عن او يكتشف شيء عن شيء here about او here of here about او here of معناهم يسمع عن بمعنى يعرف لكن في عندنا here from دي يسمع من الفرق بين here about او here of و here from here about او here of معناه يسمع عن بمعنى يعرفه انا عايز اقولك هو انت تعرف لاعب سلة امريكي مشهور اسمه كريم عبدالجبار يبنى اقولك have you ever heard of كريم عبدالجبار the american basketball player يبنى هنا بسألك تعرفه ولا متعرفوش سمعت عنه ولا ما سمعتش عنه have you ever heard of كريم عبدالجبار the famous american basketball player لما لما قولك have you space your brother استحال يكون جزي ان انت سمعت عن اخوك يعني ايه يعني انا بسألك تعرف اخوك ازاي عرف اخوك يعني ايه وعارفه لا انا اقصد have you heard from your brother يعني هل انت سمعت اخبار من اخوك وباخوك مسافر وبقولك جات لك اخبار منه جاب لك ايميل بعت لك خطاب عرفت اخبار منه فده معنى hear from يعني يسمع اخبار من حد لكن hear about وهير of معناها يسمع عن حد او يعرف الحد ده it's kind of you to donate money to donate money space شي طيب منك ان انت تتبرع بالمال للفقراء ممكن to the poor وممكن for the poor من اجل الفقراء يبقى لو انت اديت جمعية خيرية فلوس تقوم ادو دول الفلوس دي للفقراء يبقى انت تبرعت من اجلهم for the poor طيب اديت الفلوس للفقراء منك ليهم على طول يبقى هنا ايه عاملة زي give something to someone زي يعطي شيء لحد يبقى donate money too يبقى انت اديه منك ليه على طول اديت لحد يبقى انت تبرعت من اجل هذا الحد ده she is expert space cooking recipes expert on صح وexpert in صح ولو ات معاهم كانت تمشي برضو my mother taught me space depend on myself امي اعلمتني اعتمد على نفسي او امي اعلمتني ازاي اعتمد على نفسي الناس اللي بتقول ايه صح وصي صح دي ناس محترمة جدا ليه فعل teach حضرات اولا لازم تحفظي تصريفات وانا سبق وقلتلك ان اي فعل غير منتظم يعد عليك احفظ تصريفات ولو سمحت teach taught taught دي تصريفات فعل teach اللي معناها يعلم عشان في بعضكم لما هي يقول ابوي علمني يقول لك my father learned me نقول له لا learn يا تعلم عايز تقول ابوي علمني يبقى taught me my father taught me علمني فعل teach لما ييجي subject وفعل teach في اي زمن وobject مفعول فلان علم فلان اللي وراه بيكون يا اما how to مصدر يا اما تو مصدر من غير how اللي تنصح لو انا عايز اقول لك اخويا علمني السواء يبقى my brother ده subject ده taught الماضي من teach me المفعول اخويا علمني my brother taught me how to drive صح طب my brother taught me to drive برضو صح يبقى تو صح we don't allow hunting parties to kill animals the word parties here can be replaced by كلمة parties هنا ممكن نستبدلها بايه يا يوسف teams groups مجموعات أو فرق برافو he won't take space the race as he's injured he won't take part in بس ورنا خلي بقى لك هنا ماشي معانا تمام مصبوطة لن يشارك في الصباق لانه مصاب the lion guardians is an organization based in Kenya حراس الاسود هي مؤسسة مكانها او مقرها في كينيا لا مش on لا مش on based in based in في فرج بين based on و based in based in معناها مقره او يقع في هذا المكان و based on معناه قائم على او مبني على لما قولك الفيلم ده مبني على قصة حقيقية يوبا this film or this movie is based on a true story based on مبني على كفكرة بقولك والله انا رأي مبني على الكلام الالهولي مبارح رأي مبني على الكلام الالهولي مبارح يوبا based on لكن المؤسسة دي في المكان ده يوبا based in خاصة لما يكون في حادثة giving blood اعطاء الدم او تبره بالدم the film is based on a true story الفيلم مبني على قصة حقيقية bravo عليكم on he succeeded in his life thanks space hard work ولكن نجح في حياته بفضل العمل الجاد thanks لسه شرحها من شوية لا يجد عنده انا قلت because of because of and due to thanks to لا لا اقولهم تاني اقولهم تاني شرحها من شوية والله قلت because of بتساوي due to بتساوي owing to كل دول معناهم بسبب او بفضل بسبب او بفضل تمام فبالتالي هنا هتقولي success in his life thanks to hard work بفضل العمل الجاد يوبا thanks to طيب يا مستر احنا احنا احيانا بنستخدم for ايو مع thank you for يعني شكرا من اجل بقولك thank you for helping me شكرا على مساعدتك ليا ده موضوع تاني مختلف عن بفضل عن كلمة بفضل اللي هي thanks to my father praise me ابي مدحني شكرني يعني space helping the poor old man من اجلي علشان يبقى for بالزبط ولو قلت my father thanked me برضو for ابو يا شكرني من اجلي على thanked me for شكرني لو هي معناها اشكر لكن لو هي معناها بفضل يبقى thanks to people can't drink as space as camels do يعني الناس ما تقدرش تشرب نفس الكمية بتاعت الجمال as much نفس الكمية he was taken to hospital because he was space injured he was badly injured برابا عليك هو مصب شدة مش معناها بحاشة يعني لا مصب شدة when i was talking with her for the first time i found space that she was intelligent بقول اكتشفت ان هي زكية لا استحالة مستحيل اللي اتنين ينفعوا يعني find out و find out about يستخدموا في نفس الجملة لا طبعا find out بس عشان that find out about يجي الموضوع على طول يعني ايه اكتشفت عن كذا ما ينفعش اقول i found out about that لا that معناها ان فانا عايز اقول انا اكتشفت ان هي زكية مفيش عن اكتشفت عن او عرفت عندي مش موجودة يبقى found out بس طبعا الderivatives شيء مهم جدا واكيد حضرتك حفزت كلمة derivative يعني ايه ولا لسه متأخر اكيد حفزتها يعني فلما اقولك في امتحان words admire admiration and admiral are ايه فحضرتك بفاجئة بطلبة يقولي synonyms مراضفات وضلا بيقولي antonyms متضادات وضلا بيقولي حاجة colocation حاجات غريبة admire and admiration and admirable يقرابوا لبعض ايه derivatives مشتقات مشتقين من بعض او مشتقين من الاصل اللي هو admire فتخلي بالك وشيء يعني يساعدك كتير في المشتقات ديه ان انت تعرف prefixes والsuffixes الصوابق واللواحق زي مثلا اللاحقة a, b, l, e ده suffix ده اسمه ايه اسمه suffix لما بيتضف اخر كلمة بيعمل لي ايه بيعمل لي صفة ضبو ال a, l بتعمل لي صفة ضبو ال o, u, s بتعمل لي صفة ضبو ال t, i, n بتعمل لي اسم وهكذا ال ist بتعمل لي اسم ال i, a, n بيعمل لي اسم ال y بتعمل لي ظرف مهم جدا نعرف الكلام ده حيسهل علي كتير i really space your mentality يعني انا فعلا معجب بعقليتك يبقى ايه ادمير برافو عليك يوسف رامز ادمير انا فعلا معجب بعقليتك natural blood space is 120 to 80 يبقى natural blood pressure يعني ضغط الدم الطبيعي من 120 من 120 ل80 first a blood space has to be checked carefully to make sure they are healthy لما يجي حد يتبرع بالدم بنسميه متبرع بالدم فلازم الشخص ده يفحص بعناية الاول عشان يتأكد نوعه ما عندوش مرض فينقله للشخص اللي هتبرع له طبعا برافو الناس اللي بتقول donor متبرع first you need to be checked carefully before you space blood to make sure you are healthy يبقى before you you file فانا عايز وراها ايه عايز وراها فعل before you donate برافو هنا بيعرفك ازاي تتعامل مع المشتقات وتختار الفعل والاسم والصفة وكده what makes people admire him more as has يقول لك اللي مخلي الناس معجبة بيه اكتر هو his a طبيعي his صفة ملكية فلازم يجي وراها اسم لازم مش هملك انا فعل الحد فطبيعي هنملك اسم الحد مش فعل يبقى ايه his generosity كرمه برافو عليكم اللي مخلي الناس معجبة بيه زيادة هو كرمه what makes people admire him more is the fact that he has خلي بالك يقول لك اللي مخلي الناس معجبة بيه اكتر حقيقة انه هو يكون يبقى اعايز ايه صفة generous برافو عليكم the new law helped reduce the number space among rare animals القانون الجديد ساعد في تخفيض عدد الايه بين الحيوانات النادرة اكيد عمليات القتل لا number يبقى killing ازاي killings the number اه the number اه بس هناك صحاجة الجملة the number of العدد بتاع killings عمليات القتل the number of killings اه فعلا هي نكسة of طبعا يبقى العدد بتاع عمليات القتل طيب لاحظ الفرق بين based in و based on قلناها based in معناه مقره في مكان و based on يعني قائم فكريا على او مؤسس على زي الفيلم ده based on اه قصة حقيقية زي رأي based on الكلام الالهولي مبارح ده based on لكن الحاجة دي في مكانها في الحتة دي وببزد ان everyday و everyday شرحناها قبل كده قلنا everyday المنفصلة ده ظرف معناه كل يوم يجي في اول الجملة او اخرها everyday المتصلة دي معناها يومي صفة تأتي قبل اسم زي ما يقولك he feels bored because of his everyday routine يعني روتينه اليومي فنعيز صفة هنا كلمة biography و كلمة auto biography الاتنين معناهم سيرة ذاتية ولكن biography سيرة ذاتية حد بيكتبها لحد ان حد يكلف حد بكتاب السيرة ذاتية او سيرة جده ذاتية لكن autobiography حد بيكتب سيرة ذاتية بنفسه زي كتاب الايام لطه حسين هي سيرة توم Kollegin وهو اللي كتبها يبقى الايام دي يعتبر biography او autobiography كتاب الايام لطه حسين يعتبر auto بيوغرافي مش بيوغرافي لأنه ضاع حسين لكذبه لنفسه كلمة charity بتيجي بمعنى مؤسسة خيرية وهنا في الحالة دي هي اسم يعد جمعها charities ال-Y تقلب I-E-S وممكن تيجي بمعنى العمل الخيري وكده هي اسم لا يعد uncountable ملهاش جمع charity بمعنى العمل الخيري اسم لا يعد وملهاش جمع لكن charity بمعنى جمعية خيرية لها جمع charities here of or about و here from شرحناها here of or about يسمع عن بمعنى يعرف الشخص ده ولا لا او الشيء ده ولا لا here from يعني يتلقى اخبار منه او يعرف اخبار منه angel زاوية angel ملاك فحرفين بس المختلفين l-e وال-el فما تخليش عينك تخونك في الامتحانات angel زاوية angel ملاك in his space طح حسين wrote about all that happened to him in his life in his autobiography سرته ازاتي اللي كاتبها بنفسه doing a sport is a part of my space activities اداء الرياضة هو جزء من انشطة اليومية برافو الناس اللي قالت everyday المتصلة اي دو سبورت انا بعمل رياضة كل يوم كل يوم everyday المنفصلة برافو finally i hear the space my brother is a usa اخيرا سمعت اخبار من اخويا اللي في الولادة المتحدة from تمام i have just here the space your health problems انا لسه والله اللي سامع عن مشاكلك الصحية انا لسه دلوقت اللي سامع عن عن مشاكلك الصحية يبقى لا ما تستعجلش ما hear of و hear about اللي اتنين my first novel was based my early life قصية الاولى كانت مبنية على حياتي يبقى based on ليه 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 of based on يا جدعان based دي يا ان يا ان based in قلنا مكان في مكان مكان يقع في مكان زي الشركة دي تقع في الكويت مثلا يبقى based in طب القصة دي مبنية على احداث حقية يبقى based on طبقية دي يا دي لكن الاتنين زي my company is based is based at fo اهي شركتي مكانها في اتفو يبقى دي based in ما يخدكش لما يقولك just for advanced level ادمير يعجب بيه بتيجي بدون حرف جار وقلنا الكلام ده وقلنا خلي بالك فعل admire ما بيجيش في الازمنة المستمرة الكلام ده جايلي من مبادري اللي هو love و like وهيد افعال الشعور والحس والادراك والمعرفة والفهم والملكية والاعتقاد والافعال اللي معناها يبدو كل دي شغالين نحفز بعضه فيها انها ما بيجيش في اي زمن مستمر we are admiring ده تعبير غلط وهو كتب لك اهو غلط لكن we admire محمد صلاح ماشي admire فلان for كذا يعني انا معجب بفلان عشان كذا students admire مستر حسان for working hard ده كلام مزبوط admire ينظر باعجاب او يستمتع بجمال شيء الاسم منها admirer معجب بتسوي كلمة fan معجب الاسم منها admiration اللي هو الاعجاب نفسه admiration كلمة field وانا بتيجي بمعنى ملعب بتيجي بمعنى مجال بتيجي بمعنى حق لما يجي يقولك مثلا يجب ان نعمل بجد لكي نتقدم في جميع المجالات او يقولك مجال الصناعة مجال الزراعة هتقولها ازاي مجال الزراعة agriculture field مجال الصناعة industry field في جميع المجالات in all fields لان field معنى مجال معنى حق معنى مزرعة معنى ملعب لك زي got into the field يعني نزلوا الملعب وفي collocations جيبها لك on the field of the field take the field او go into the field وكلمة field الواقع العملي ركز معي هنا فيه مديلك two collocations field research البحث الميداني field work العمل الميداني الكلمات دي اسماء مش كده الكلمات دي اسماء من اي نوع من الاسماء حضرت الاسماء دي اسمها compound nouns خلي بالك معايا ركز لو سمحت حقول لك كلام مش موجود لا في الكتاب ده ولا في الكتاب غيره ليه اسمها compound nouns عشان متركبها من كلمتين field research field work ولكن field work بنسميه باش مهندس closed compound noun ليه بنسميه closed compound noun عشان اسمه مركب اتكتب لازق في بعض الكلمتين اللازقين في بعض ككلمة واحدة ما سبناش مسافة بين field work لا كتبناها ككلمة واحدة فده بنسميها باش مهندسين closed compound noun اكيد عرفت field research هتتسمى ايه عرفتوا اللي لسه بص كده المنظرها مكتوبة ككلمتين منفصلتين ده closed يبادى ايه برافو عليك مصطفى عادل نافع برافو يبادى open compound noun طيب احيانا انا مصدر compound nouns دي بيكون في بينهم hyphen اللي هي الشرط الصغننة احيانا في بعض الاسماء المركبة بتتكتب بhyphen في النص في الحالة دي يا فندم بنسميه hyphenated compound noun يبادى في عندنا تلتة نواع من ال compound nouns من الاسماء المركبة open compound noun اللي بيتكتب ككلمات منفصلة عن بعض في space بين كل كلمة والتانية closed compound noun اسم مركب مغلق يعني مكتوب ككلمة واحدة وفيه hyphenated compound noun زي feather low مثلا feather low ده معناه الحمى الحمى يعني اللي هو أبو الزوج أو أبو الزوج بنكتبه كده feather hyphen n hyphen low فده فده اسمه ايه حضرتك اسمه hyphenated compound noun اسمه مركب في hyphen اسمه مركب في hyphen طيب blood blood transplant blood transfusion ده نقل الدم بيادية blood transplant أو blood transfusion نقل الدم blood donation giving blood بمعنى 1 blood pressure blood donor متبرع بالدم كل دي collocations بتيجي فيها كلمة blood كلمة community احنا قلنا مجتمع أو جالية أو طائفة في الحاجات المشاركة اللي بينهم كتير والsociety المجتمع الكبير ممكن يتكون من أكتر من community طيب هو شرح لك الحتة دي تحت هنا بيقولك ولاحظ أن العلاقة بين community والsociety هي علاقة بين الجزء والكل فكلمة community تدل على مجتمع داخل المجتمع الأكبر يبسساتي في عدة communities طيب كلمة community بتعد حاجة بنسميها اسم بنسميه collective noun عايزة تديك فكرة بس عن collective noun دي عشان تعرف تتعامل معها كويس ايهو collective noun اسم جمعي مش اسم جمع لا ده هو مفرد زي team زي family الاسماء دي اسماء مفرد ليه جمع team teams family families يبقى ما هو الاسم الجمعي هو اسم مفرد يدل على مجموعة اسمه مفرد يدل على مجموعة طيب حديك مثال على اسم جمعي وحضرتك تحاول تستنتج احنا عايزين نقول ايه our school عايز اقول مدرستنا اتبنت في سنة 70 يبقى our school was built was built بنيت in 19 17 طيب عايز اقول مدرستنا طلع رحلة بكرة مدرستنا طلع رحلة بكرة our school are going on a journey او picnic whatever يعني tomorrow هدولي مش ملاحظة مستر انت مرة عملت معاها كمفرد قلت ووز مش where ومرة عملت معاها كجمع وقلت our is ليه با ما انا لما اقول لحظتك مدرستنا اتبنت في عام 70 اقصد المبنى اقصد المدرسة ككيان مفرد لكن لما اقول مدرستنا طلع رحلة ما اقصد المبنى اقصد الناس اقصد الطلبة والمدرسين يبقى انت كده بتتكلم عليها كجمع يبقى collective noun تحاسب معه الامريكان مريحين بيعملو دايما مفرد مفرد دايما الامريكان البريطانيين هم المتعبين شوية يقول لك لا معلش يعني خلي بالك هو فيه حاجات في البريطانيين برضو بيعملوها مفرد او جمع يعني have won تقول له ليه طيب ما اتحيرناش معاك يقول لك دي صح ودي صح عشان اللي فاز هو النادي الاهلي ككيان واللي فاز واللعيبة برضو هم اللي عملوا الفوز دا اللعيبة فمش مش مشكلة مش هتفرق كتير يعني ويجي لك في حاجات يقول لك لا هتفرق معايا بعد اذنك انت بتتكلم عليك يونت ولا بتتكلم عليك افراد هتقول الفريق تم تسجيله في البطولة يا واقل حضرات اتكلم عليك جمع بقول لك احنا رحنا لاتحاد الكرة وقلنا او الاتحاد الافريقي ناله سجل لنا اسم النادي الاهلي عشان حيلعب البطولة دي لو سمحت انا ما سجلتش شريف وافشة والشناوي والسلية انا سجلت اسم النادي الاهلي البريطانيين كده قل لك دين ما ينفعش فيها جمع لازم انت سجلت الكيان سجلت اسم النادي ما لكش ضعب اسمها اللعبة مين اللي حيلعب طب لما نقول الفريق معزوم على العشاء او عزمة على العشاء مبارح قل لك تقول لي كده بس بتضوخون معاكم ليه قل لك هما هل اللي تعزم مش المبنى ولا الملعب اللي تعزم شريف وقفشة والشناو والسلية اللعيبة يبزتين فتخلي بالك يعني احيانا يقول لك ماي فاميلي او ريتش ازاي ماي فاميلي او ريتش يقول لك وانا بتكلم على افراد عيلتي بقول ماي فاميلي او ريتش يكونوا اغنياء ماي فاميلي از وان او زا بيست فاميلي ان ايجيبت عيلتي واحدة من احسن العائلات في مصر ماي فاميلي از طب ماي فاميلي او ريتش باتكلم على الافراد لكن عيلتي من احسن العائلات في مصر يبقى انا بتكلم على الكيان مش على الافراد ممكن يبقى فيهم واحد وحش اتنين وحشين او 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 كعيلة يعني الموضوع ممكن يلخبط شوية مع الاستمرار والممارسة هيكون رغبة او يا رغب يعني ايه verb ونون في نفس الوقت لو جات كفعل ما بنستخدم مش الاستمرار ابدا لانه من الافعال اللي هي ومديلك هو شوية متلازمات لفظية معها زي رغبة قوية كل دي مساوية البعض لما انطونيوس يترجمها تحترق او محترقة معناها زي حاجة قوية يعني هذا لديه رغبة شوية بيظهر رغبة يعبر عن رغبة يلبي او يشبع او يرضي رغبة يحقق رغبة كل دي صحيح مع كلمة ديزير دونيت ما بيجيش وراء حرف جر بتساوي يتبرع بالشيء الفلاني على طول دونيشن تو تبرع حجيب لي الشخص اللي انت اتبرع طلو وراء قولك صلاح عمل تبرع لمستشفى اطفال يبقى المستفيد المستفيد دونيشن فروم صلاح التبرع من صلاح اللي هو المتبرع طب دونيشن أوف النوع بتاع التبرع دونيشن أوف بلاد تبرع بالدم دونيشن أوف مني تبرع بالمال وممكن نوز دونيشن في صلاح التبرع بتاع صلاح فممكن عادي برضو وبرضو مديني شوية collocations حلوة مع دونيشن كريم يعني كريم مع حد مش وز مش وز جينرس وز تقبل شيء أقول رودينا is generous with their effort يعني كريمة بجهدها بتدي جهدها بتجتهد وبتتعب وعلشان الناس كريمة بجهدها لكن كريم مع حد جينرس تو خلي بالك أقول he was generous to me مش with me he was generous to me هو كان كريم مع جينرس with something انت كريم بالحاجة دي جينرس ده الاسم منها اللي هو الكرم هنت يستطح حيوانات أو طيور أو يبحث عن أو يفتش بتسوي search وفيه هنت اللي معناها يطارد أو يتعقب أو يلاحق وبتيجي كناوم بمعنى البحث أو التفتيش أو الصياد أو قنص أنا بتكلم بصرع عشان الأمور واضحة أي حاجة محتاجة التوضيح أنا ببطع فيها وبشرحها لكن الأمور واضحة متهيالي وكل حاجة قدامها مكتوبة intelligence الزكاء intelligent زكي يعني الصفة منها ومديني شوية متلازمات لفظية معها artificial intelligence اللي هو الزكاء الاصطناعي اللي هو الحوسبة يعني والإنسان الآلي وكده وحيانا كلمة زيجيبشن intelligence ده معنى المخابرات المصرية زيجيبشن intelligence يعني المخابرات المصرية لبستوك ماشية وحيوانات تاخد فعل مفرد أو جمع كتل أنعام أو ماشية غالبا بتاخد فعل جمع long term قلنا مزمن أو على المدى الطويل وميدي لك شوية تعبيرات معها حفظها monitor قلنا فعل واسم وصفة كلمة monitor فعل واسم يراقب أو جهاز عرضة أو جهاز مراقبة party قلنا يعني حفلة قلنا يعني حزب سياسي قلنا يعني فوج أو مجموعة وبتاخد فعل مفرد أو جمع لأنه collective noun اسم جمعي فممكن وممكن track يطارد أو يتعقب ويرصد وطريق وطبعا أنتو شباب وعارفين الطريق اللي حوالين الملعب بتاع كورة القدم ده اسمه يقول لك لفل track ده خمس مرات ايه track ده اللي هو المضمار اللي حوالين ملعب كورة القدم تمام transplant يعني نقل أو زرعة أعضاء أو ينقل أو يزرع أعضاء يعني تيجي اسمه تيجي فعل وممكن كمان ينقل نبات support يعني يدعم أو يساند أو دعم أو مساند يعني اسمه فعل prefix و suffixes prefix حضرات يعني البادئات يعني حروف بنضف الأول الكلمة مهمة جدا كل وحدة فيها شوية بادئات حفظهم يعني بايو لما بنضف ها الكلمة معناها ان دي حاجة خاصة بالأحياء يعني في دلوقتي تخصص في الكليات اسمه بايو تكنولوجي ايه بايو تكنولوجي دي ترجمها لانت ازكي انت عرفت ان بايو لما بتضف لأول الكلمة بتربطها بعلم الأحياء طب تكنولوجي تكنولوجيا بايو تكنولوجيا يعني ايه التكنولوجيا الحيوية يعني تكنولوجيا برافو عليك عبد الرحمن شريف تكنولوجيا خاصة بالأحياء وبالحياة برافو عليك بتديك العكس بتاع الحاجة على طول معناها بيني زي وانتربيوم وقابلة بين حد وحد ترانس اللي هو ايه برضو بيني بس نقل زي ترانسبورت نقل بضاعة ترانسبورت يعني ينقل بضاعة مكان لما كان ترانسبلانت لا ينقل عدو من جسد لجسد السوفيكسز هي النهايات او الخواتيم ودي مهمة جدا بتعرفك ايه البارت بتاع الكلمة الكلمة اللي بتنتهي بايه تي آي و إن او تي آي و إن على طول اسم تصنيفها ناون على طول طب سي ايه برضو ناون انتليجنس مثلا فيلنس العمف فيلنس نهيتها كده فيلنس يعني العمف يبدي اسم على طول ال اي آر وال آر برضو اسم فاعل زي بلاير لاعب وطب ما في حاجات بتضفلها ال او آر زي دونر متبرع ممكن ال ا او ان اسمه برضو ال اي اي س تي اسمه برضو ميدي لك امثلة عليها هو مثلا زي ميجر مثلا ال امينيتي بتعملك اسمه برضو زي اجريمنت فهمك للحاجات دي حضرات اوعى تستهيفها او تكنسلها من مذاكرتك فهمك ليها بيساعدك في مذاكرتك كتير وتعلمك للغة بشكل فعال طيب هناخد الصفحة دي هوم وارك وهي كده كده متجوبة في اللي وراها بس انا افضل ان انت تحلها بنفسك الاول وبعدين تشوف الاجابة والتوضيح وحنقف عند reading زي كل مرة ان شاء الله اشتركوا في القناة